موسيقى جولة اخبارية جديدة من قناة الغد المشرق ابدأوها معكم بابرز العنوان موسيقى استجهدوا اصابة عدد من جنود القوات الجنوبية في انفجار عبوة ناسفة بمدرية مودية في محافظة سيابيون موسيقى القوات المشتركة تحبط عملية ارهابية للمليشيات الحوثية تشكل تهديدا على الملاحة الدولية في البحر الاحمر موسيقى الهلال الاحمر الاماراتي وقع اتفاقية لبناء فصول دراسية لروضة شحير بمدرية غيل بوزير في حضر موت موسيقى افدنا مراسلنا في ابيان باستشهاد جنديين من القوات الجنوبية واصابة سبعة اخرين اثر انفجار عبوة ناسفة في وادي عمران شرق مدرية مودية هذا وتشهد مديريات شرق ابيان منذ تحريرها من الجماعات الارهابية والتخريبية ارتفاعا ملحوظا في عمليات التفجير التي تستهدف القوات الجنوبية المشاركة في عملية سهم الشرق كبدت القوات الجنوبية مليشيات الحوثي خسائر بشرية ومادية وذلك خلال المواجهة العنيفة بجبهة الحد يافع الحدودية افد مصدر عسكري بان المعارك تزامنت مع قسف مدفعي وبالطائرات المسيرة المفخخة شنته المليشيات الحوثية على المدنيين في منطقة الهضبة بلد الى الحيط ما ادى الى تضرر العديد من المباني اعلنت القوات المشتركة في ساحل الغربي احبط عملية ارهابية كانت مليشيات الحوثي تحاول تنفيذها لاستهداف الملاحة الدولية في البحر الاحمر انطلاقا من شواط مدرية التحيط بريف محافظة الحديد الجنوبية شيئا فشيئا تتحول الملاحة في البحر الاحمر الى مسرحا للعمليات الارهابية المستمرة التي تنفيذها مليشيات الحوث الانقلابية سواء عبر الزوارق المفخخة او الالغام البحرية او الصواريخ التي تطلقها المليشيات الانقلابية باتجاه المياه الدولية احدث فصول هذه العمليات هو ما كشفه الاعلام العسكري للقوات المشتركة عن رصد تحركات للمليشيات الحوثية في شواطئ مدرية التحيط بريف محافظة الحديد الجنوبية وقال ان هذه التحركات التي شملت استحداث مواقع لما تسمى البحرية الحوثية على شواطئ التحيطة تشكل تهديدا للملاحة وتجارة الدولية في البحر الاحمر الاعلام العسكري افاد باحباط القوات المشتركة التحركات الحوثية وتوجيه ضربات مركزة اكد انها حققت اصابات مباشرة ودقيقة في الاهداف المرصودة وهذه التحركات جاءت بعد اقل من 24 ساعة على اطلاق المليشيات ذاتها صاروخا مضادا لسفن باتجاه المياه الدولية في البحر الاحمر وقالت القوات الحكومية ان المليشيات الانقلابية اطلقت الصاروخ من مدرية نهم عند البوابة الشرقية لصنعاء وسقط غربي مدينة الحديدة في المياه الدولية وصفة هذه العملية بالعدائية مشيرة الى ان كافة الادلة اثبتت تورط الحرس التوري الايراني في عملية الاطلاق ترى القوات الحكومية هذا الاطلاق على انه جزء من عمليات ارهابية عديدة نفذتها مليشيات الحوثي خلال الاسابع الماضية بما في ذلك العمليات الارهابية التي استهدفت ميناء الضبا بمحافظة حضرموت وميناء النشيمة بمحافظة شبوة وتعتبر ذلك تقويضا للامن الاقليمي والدولي اكثر من 22 سفينة تقول احصائيات انها تعرضت لعمليات ارهابية نفذتها مليشيات الحوثي الانقلابية في البحر الاحمر خلال الاعوام الممتدة من 2015 حتى 2022 فضلا عن اطلاق ذات المليشيات اكثر من مئة زورق استهدف الملاحة الدولية والموانئ اليمنية وغير ذلك نشر المئات من الالغام البحرية التي ذهب ضحيتها العشرات من الصيادين فضلا عن تضرر سفن تجارية اثناء مرورها في البحر الاحمر منعت مليشيات الحوثي المدارسة الحكومية والاهلية في صنعاء الخضعة لسيطرتها من تنظيم رحلات مدرسية للطلاب الا بموافقة مسبقة منها وازرت اشتراطات جديدة تمنع الضحك في حافلات الرحلات المدرسية للطالبات من باب تضييقها الخناق على طلاب المدارس منعت مليشيات الحوثي الانقلابية المدارس الحكومية والاهلية في صنعاء من تنظيم رحلات مدرسية للطلاب الا بموافقة مسبقة منها واصدرت المليشيات وثيقة تسمى بضوابة الرحلات المدرسية وتقضي بعدم اتخاذ اي رحلات مدرسية الا بعد الرجوع للمنطقة التعليمية في صنعاء والتنسيق مع قيادات المليشيات كما وضعت قائمة لما اسمتها بضوابة الرحلات المدرسية والزمت مديري المدارس بالتقيد بها وطبقا للوثيقة منعت مليشي الحوثي الضحك في حافلات الرحلات المدرسية للطالبات وسماع الاغاني داخل الباص او خارجه وكذا حمل الهواتف المحمولة واشترط الانقلابيون في نفس التعميم على المدرسة التي تعتزم تنظيم رحلة للطلاب تقديم طلب الى المنطقة التعليمية يتضمن كافة تفاصيل الرحلة والفصل بين الجنسين ويعد هذا القرار واحدا من عدة قرارات تنتهك الحقوق الاساسية والحياة العامة والخاصة للنساء والتضييق على السكان والمجتمع من كافة النواحي يأتي ذلك بعد ايام من اصدار ميليشي الحوثي ما تسمى مدونة السلوك الوظيفي التي تكرس الاستبداد ومبدأ العبودية للموظفين ونشر افكارها ومعتقداتها الطائفية واثارت سخطا ورفضا واسعا في اوساط السكان وفي وقت سابق اصدرت ميليشي الحوثي تعميما بمنع النساء من التنقل او السفر دون محرم في حين تنفذ اجراءات صارمة في نقاط التفتيش على مخارج ومداخل صنعاء لتنفيذه كما يطبق القرار ايضا على النساء اللواتي يسافرن عبر مطار صنعاء الى خارج البلاد وقعت هيئة الهلال الاحمر لمراتي اتفاقية جديدة لبناء فصول دراسية لروضة شحير بمدرية غيل بوزير بمحافظة حضرموت وتنص الاتفاقية لبناء وتأثيث ثلاثة فصول دراسية وتحسين البيئة في الساحة المدرسية وصيانة المسرح المدرسي للروضة بدعم من دولة الامارات العربية المتحدة وقعت هيئة الهلال الاحمر الاماراتي اتفاقية جديدة لبناء فصول دراسية لروضة شحير بمدرية غيل بوزير في محافظة حضرموت توقيع عقد لمشروع بناء وتأثيث عدد ثلاثة فصول دراسية وتحسين البيئة المدرسية في الساحة وكذلك صيانة المسرح المدرسي لروضة شحير التابعة لمدرية غيل بوزير بدورنا في مكتب التربية والتعليم نتقدم بعد التوقيع على عقد العمل للمقاول وتسليمه الموقع وتسليمه الارض نتقدم بجزيل شكرنا للاخوة في الهلال الاحمر الاماراتي على الجهود المبدولة وتقديم دعمهم ومساعدتهم الكريمة والسخية والمستمرة دائما لدعم اهلهم واخوانهم في حضرموت وخاصة بمدرية غيل بوزير في قطاع التربية والتعليم الاتفاقية تأتي في اطار اهتمام دولة الامارات العربية المتحدة بدعم المنظومة العلمية والتعليمية في محافظة حضرموت ضمن جهود دعم وانعاش قطاع التعليم هذه طبعا الاضافات النوعية ستعطي مجال لاستيعاب اكبر عدد ممكن من الاطفال في هذه الروضة نظرا للزيادات التي تطلبها هذه المدينة ومواقبة لهذه الاحتياج حبا اشكر الهلال الاحمر الاماراتي على توقيع الاتفاقية اليوم في توسعة الصفوف للروضة نظرا لما تحتاجه هذه الروضة من توسعة في الصفوف وتسعى هيئة الهلال الاحمر الاماراتي للارتقاء بمستوى التعليم من خلال تنفيذ مشاريع حيوية تلبي متطلبات القطاع التعليمي وتوفر بيئة مناسبة للطلاب لتيسير دراستهم ادنشاء مستمرة وتتابعون فيها العصيبة عدا تشهد حفل توقيع عدد من المؤلفات الادبية اهلا بكم من جديد شهدت العاصمة عدن حفل توقيع عدد من المؤلفات الادبية وهي ازارات شبابية الاتحاد ادباء وكتاب الجنوب برعاية المجلس الانتقال الجنوبي ست مؤلفات من الاعمال الادبية اربعة دووين شعر ومجموعتين قصصيتين احتفى بحفل توقيع اصدارهم اتحاد ادباء وكتاب الجنوب بالعاصمة عدن جميعها اصدارات لشباب جنوبيين نحتفي بأحدى منجزات اتحاد ادباء وكتاب الجنوب والمتمثل بتوقيع اصدارات عدة لعديد من مثقفي ومبدعي وادباء الجنوب والتي ستسهم مع غيرها من الاصدارات التي تبنتها الامانة العامة لهيئة رئيسة المجلس الانتقال الجنوبي في اثراء المكتبة الجنوبية الثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والتاريخية والجغرافية والعلمية والتربوية والتعليمية تحديد ادباء وكتاب الجنوب يمثل الواقهة الثقافية لجنوبنا الحبيب فبدأنا بتشييع هؤلاء الشباب بالاصدارات الاولى وبواقيرهم الاولى طبعا هي المرحلة الاولى من مشروع الرئيس القاهد عدرس قاسم جبيدي اصدارات تحديد ادباء وكتاب الجنوب سنواصل بعدها المرحلة الثانية باصدارات الاخرى للأدباء وايضا ستهتموا بالفروع باصداراتها فعالية حفل التوقيع حظي بمشاركة العديد من المهتمين بالحق للأدبي رأوا فيه اسهاما جديدا لما تشهد العاصمة عدن من طفرة في الحراك الثقافي لشباب تخطوا مآسي البلاد بابداعات ثقافية شهدنا الاحتفاء بعدة اصدارات شبابية تختلف انوعها ما بين السرد والشعر وفي ظل وجود نخبة نوعية من الثقافين وأدباء القنوب بالتأكيد سيستمر هذا العطاء وسيستمر هذا التكامل ما بين المجلس واتحاد أدباء وكتاب القنوب وكافة منظمات مجتمع المدني المعنية بالثقافة مجموعة من الأدباء والكتاب الشباب حاولنا الأخذ بيديهم وخرجنا بهذه الاصدارات الستة التي تتنوعت بين اصدارات مؤلفات نسائية ومؤلفات شرقالية ثنتين من الفتيات في الشعر وفي السر وأربعة في الشعر اليوم فاصل في حياتنا وان شاء الله خطوة أولى في مشوارنا الأدبي والمشروع هذا كما عرفنا هو خطوة أولى لمشاريع ان شاء الله قادمة تعطى فرصة لبقي الشباب ليقدموا إبداعاتهم ويقدوا الدعم اللائق بهم نشكر الاتحاد مرة أخرى ومرة ألف على هذه الفرصة يعد هذا العمل والإنجاز تشينا لمهمة وضعها على عاتقه الاتحاد في الأخذ بيد المبدعين والأدباء من الشباب في الجنوب والصعي لتبني المواهب الأدبية والثقافية لقناة الغد المشرق عبدالله الكثيري عدن تتميز ثانويات عدن النموذجية للبنين بصرحها تعليمية تربوي وتفردت بكونها أول مدرسة حكومية نموذجية بالعاصمة عدن وتستقبل ثانويا عددا من الطلاب لاجتياز امتحان القبول بمعدل امتياز تعتبر ثانوية عبود أو كما يعرف اسمها حاليا بثانوية عدن النموذجية للبنين واحدة من أقدم المدارس القديمة التي تميزت بتطورها التعليمي حيث داع صيتها وشهرتها في خمسينيات القرن الماضي باعتبارها المدرسة التي كان لها الدور الريادي بصرحها التعليمية التربوي والتي ما زالت حتى يومنا هذا بحافظة على مكانتها التعليمية في هذه المدارس الثانوية اليوم يقرأ اختبار تحريري خاص بالمفاضلة بين الطلاب المتقدمين للقبول في هذه المدارس النموذجية الثلاث طبعا عدد المتقدمين في ثانوية عدن النموذجية اليومنا هذا 247 طالب ستتم بينهم عملية المفاضلة في الاختبار التحريري ثانوية عدن النموذجية تحتفظ بشعارها العلمي اخلاق تفوق موهبة نظافة نظام وبهذا الشعار قد عرف الكثير من الطلاب بنموذجية الثانوية والتي تستقبل سنويا 120 طالب بعد اتيازهم امتحان القبول وبمعدل امتياز لكل من الصف السابع والثامن والتاسع القبول نحن دائما من 90 وفوق فيما سبق اخذنا حسب تدني المستوى الطلاب في السنوات السابقة نستقل الظروف السياسية الموجودة في بلاد يلا 85 لكن وقدنا ان المخرقات كانت فيها مشكلة فاصرنا العام هذا على اساس انه نتم القبول 90% اي واحد عنده 90% وما فوق تم التزليل ما شاء الله عدد الطلاب المتقدمين خلال 11 يوم 247 طالب اليوم قمنا بزيارة لمقرر انكحانات المفاضلة للطلاب الثانوية البنين في ثانوية تعدن النموذجية في مدينة الدرسات وكان عدد المتقدمين تقريبا 247 طالب ونتمنى لهم التوفيق وان شاء الله نتمنى كذلك التوفيق لادارة المدرسة بهم التلاب المدين المدرسة ووكيل المدرسة ونتمنى للعملية التعليمية نصير بشكل افضل ونحن في المجلس الانتقالي ندعم العملية التعليمية تستقبل الثانوية من كل عام دراسي عدد من الطلاب من مناطق مختلفة حيث تتميز بتفوق طلابها من خلال تحصيلهم العلمية كما استطاعت المدرسة ان تلتزم بوسائل تعليمية دو كفاءة علمية عالية لتحتضن فلدات اكبادها بالعلم والادب صفاء السويدي لقناة الغد المشرق عدن اعلنت الصين مزيدا من تخفيف التدريجي للقواعد المطبقة لتصدي لانتشار كوفيد 19 رفعت الصين القيود المفروضة على عدد الاشخاص المسموح بدخولهم المسارح والفعاليات مثل الحفلات والمهرجانات الموسيقية في المناطق منخفضت الخطورة والتي لا تعاني من اي تفشل المرض وارسلت وزارة الثقافة والسياحة الارشادات التي تمت مراجعتها لوكالات السفر واماكن الترفيه والحفلات استشهاد واصابة عدد من جنود القوات الجنوبية في انفجار عبوة ناسفة بمدرية موذية في محفظة يابيا موسيقى 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 القوات المشتركة تحبط عملية ارهابية للميليشيات الخطية تشكل تهديدا على الملاحة دوليتي في البحر الاحمر موسيقى الهلال الاحمر الاماراتي وقع اتفاقية لبناء فصول دراسية لروضة شحير بمدريات غيل بوزير في حطرمو موسيقى اشتركوا في القناة